موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا جيل الالفين وسبعة في جميع انحاء المملكة يمكن هلا انت لسه على مقاعد الدراسة بصف الاول ثانوي ولكن حان الوقت اننا نبدأ بالتأسيس جيل الالفين وسبعة اللي انا سميتكم جيل الختام لانه انتوا اخر جيل راح تقدموا هذا المنهاج من مادة اللغة الانجليزية اخر جيل راح يكون نظام التوجيهي النظام هذا القديم لانه الاجيال اللي بعدكم راح يبدأ بنظام توجيهي جديد على سنتين فيا جيل الختام بدنا نرفع راسنا فيكم يا جيل الختام بدنا نبدع ان شاء الله وكلياتنا نحقق احلامنا بهاي السنة ان شاء الله بهاي العام اني اكون انا عنصر اساعدك اللي تحقق اهدافك الاكاديمية وتوصل لاعلى العلامات مادة اللغة الانجليزية محتاجة لتأسيس جيل الفين وسبعة انتوا محظوظين انه لسه بدكم تقدموا نفس المادة اللي بتدعوا على دوركم بيصير عمرها تسع سنين المادة هاي عمرها تسع سنين لكن انا كاستاذ شاد النجار الجيل انتوا اللي بدي ادرسكم راح يكون الجيل رقم خمسة وعشرين بحمد الله وفضل منه فبالخمسة وعشرين جيل هدول في خبرة ان شاء الله اني اقدر اوصل لك اياها حتى انت ترتاح ونوصل لاعلى العلامة باقل جهد ان شاء الله التأسيس اللي بدي نبدأ فيه اليوم بدي تكون عارف انه التأسيس اللي بدي اعطيك اياه اليوم هو شيء يخدمك في المادة يعني التأسيس مش عشوائي التأسيس باشي يخدمك في المادة فبالتالي انا بالتأسيس راح تكون اكمن حصة قصيرة انا بالتأسيس ما راح اقعد اشرح لك بالتنسز واشرح لك بالربورتد سبيتش واشرح لك بقواعد هاي بالمادة راح اشرحها اثناء المادة انا بهمني الان تعرف شوية اساسيات اساسيات بسيطة حتى يصير في لغة بيني وبينك حتى تصير لما احكي لك سبجك لما احكي لك فيرب لما احكي لك هيلبنك فيرب لما احكي لك مين فيرب فعل رئيسي فعل مساعد فعل تصريف تالك يكون عندك هاي المعلومات واضحة الاسم شو هو الناون هاي المعلومات اللي بدي إياك نتأسس فيها أنا وإياك من خلالها بقدر أنطلق وأشرح لك أي قاعدة بعده إذا إنت بتحضر ولساتك ما نضميت للجروبات فهذا رقم الواتساب اللي لازم تنضم فينا للجروبات رقم الواتساب 078-818-741-4 الآن وقف الفيديو امسك تليفونك ابعت على الواتساب أنا من طلاب 2007 أرجو إضافتي إلى المجموعات هاي الجروبات بتهمك راح تصير تعرف فيها تقدر تتواصل معي وتسألني اللي بدك إياه زائد إنك راح تعرف رواعيدنا تنزيل حصصنا وأي إعلانات بدي أوصل لك إياها أو حصص دي أوصل لك إياها بتصير سهلة عن طريق هاي الجروبات فلا تتردد تبعت وإن شاء الله سنة مميزة لكم جيل 2007 طيب لما نحكي إنه إحنا بدنا نتأسس ببادة اللغة الإنجليزية طيب أي لغة بالدنيا بتتكون من جمل والجملة باللغة الإنجليزية يا جماعة الجملة باللغة الإنجليزية تتكون من عنصرين أساسيات عنصرين إجباريات نقص واحد من هدول العنصرين الجملة بتبطل صح شو هم من العنصرين اللي بتكون منهم أي جملة باللغة الإنجليزية العنصر الأول اسمه السبجكت والسبجكت هو الفاعل واللي أنا وإياكم رح نلموز له بالرمز بس حرف الإس سبجكت بحرف الإس وبعد السبجكت رح نلاقي الفيرب الفيرب اللي هو الفعل واللي أنا وإياكم طول السنة الدراسية رح نرمزه بالرمز في فالجملة باللغة الإنجليزية بتتكون من سبجكت زائد تبدأ بالسبجكت ثم الفيرب هاي أول اختلاف بين اللغة الإنجليزية ولغتك العربية عزيزي لغتك العربية الجملة الفعلية تتكون من فعل ثم الفاعل أما باللغة الإنجليزية فدائما نبدأ بالفاعل ثم يأتي الفعل طيب هلأ لما بنحكي سبجكت بالسبجكت باللغة الإنجليزية شكل من شكلين إما إنه noun يعني اسم أو بيكون pronoun يعني ضمير إذن الفاعل إلو شكل من شكلين يا اسم يا ضمير الفاعل إلو شكل من شكلين يا اسم يا ضمير هلأ الاسم ممكن يكون countable معدود وممكن يكون uncountable غير معدود حتى الاسم المعدود ممكن يكون singular يعني مفرد وممكن يكون plural يعني جمع إذن معدود أو غير معدود والمعدود يا مفرد يا جمع والبروناون فيه نوعين من البروناون فيه والفير هذا هو اللي بدي أسسك فيه لما بقول لك بدي أعطيك تأسيس فأنا بدي تفهم أركان الجملة البسيطة باللغة الإنجليزية من إيش فرح نبدأ اليوم بالحكي عن السبجكت رح نبدأ اليوم الحكي عن السبجكت ولما منحكي السبجكت السبجكت قلنا يا ناون يا بروناون رح نبدأ اليوم نحكي عن البروناون فحصة اليوم رح تكون مخصصة بالبروناون البروناون يعني الضمائر بتعرفوا لو بننحللها أكتر بروناون أستاذ معناها ضمائر على العين وراسية تعال نحللها لو قسمناها هيك صارت برو ناون طب ناون لحالها معناها اسم برو اتخيل أنه برو معناها بديل فشو بيصير معناها بديل الاسم وهذا هو الهدف من الضمير ليش بكل لغات الدنيا يوجد ضمائر بديل الاسم لأنه إذا أنا بدي أظل أكرر وأنا بحكي بالجملة أكرر نفس الاسم اللغة بتصير مملة ومتعبة إذا بدي أقول لك عن صديقي عمر عمر عايش بعمان عمر بشتغل مدرس الموضوع بيصير ممل لكن لما أقول لك عن صديقي عمر هو عايش بعمان وهو يعمل كمعلم خلاص صرت أحكي هو بدل ما أظل أكرر عمر 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 إذن الضمير هو بديل للاسم تمام أستاذ الآن لما بدنا نحكي بالضمائر فتذكروا إنه الضمائر نوعين هم أكثر من النوع ولكن بدنا نحكي عنهم نوعين فقط لا غير ورح نبدأ أنا وإياكم بإشي اسمه سبجكت بروناون سبجكت بروناون يعني ضمائر الفاعل وضمائر الفاعل سبع ضمائر هيا ال-I وال-we ال-you ال-he هذولا هم الضمائر السبعة اللي اسمهم سبجكت بروناون مين هم الضمائر مرة تانية i-we i-we you he she it to day طبعا أنا متأكد يا 2007 إنكم هذول بتعرفوا معانيهم فمش منطقي أقعد أحكي لك بمعنى أكيد أنت بتعرف معناها ما شاء الله عليكم أكيد الكل بعرف إنه i معناها أنا و-we معناها نحن و-you معناها أنت أو أنت أو أنتما أو أنتم أو أنتنا كلهم هذول معناهم you ال-he هو والشي هي وال-it لغير العاقل و-they هم هذول تعرفوا ما أنا أضفتهم هيك يعني عادي خدوني عقد عقلي هذولا المفروض إنك بتعرفهم وإذا بتعرفهم مش فهياك عرفته إذن هذول هذول ال-subject pronouns بتعرفوا إنه هذول ال-pronouns مقسمين لثلاث أنواع نعم يا صديقي الضمائر هذول تنقسم إلى ثلاث أنواع بالإنجليزي منسميهم first personal pronoun ضمائر الشخص الأول second personal pronoun ضمائر الشخص الثاني third personal pronoun ضمائر الشخص الثالث هيك اسمهم بالإنجليزي بالعربي منسميهم متكلم مخاطب غائب متكلم مخاطب غائب تعال نحللهم ال-I وال-we هذول الاتنين اللي منسميهم first personal pronoun أو منسميهم ضمائر المتكلم اليو اليو هي السكند personal pronoun الي منسميهم بالعربي ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب ضمائر المخاطب اليو والشي والإت والذي الأربع هذول هم الي منسميهم third personal pronoun وال-third personal pronoun هي ضمائر الغائب third personal pronoun اللي هي ضمائر الغائب تمام إذن first second third خلص بدنا نهمنيش اسمهم بالعربي نحن بنا نفهم ضمائر متكلم ضمائر غائب وضمائر مخاطب طيب كل واحد منهم في منه المفرد ومنه الجمع كل واحد منهم في منه المفرد وفي منه الجمع فبالتالي الآي متكلم ولكنه متكلم مفرد والوي متكلم ولكنه متكلم جمع اليو الله يرضى عليهم وريحة راح تريحنا بأغلب الأوقات اليو تستخدم للمفرد وتستخدم للجمع إذن بتفريقش مع اليو هي نفسها إذا بتحكي مع واحد بتقوله يو وهي نفسها إذا بتحكي مع مجموعة برضو بتقولهم يو فعشان هيك هي أنت وأنتما وأنتم وأنتنا كل يو الهي والشي والإت التلاتي هدول هم المفرد والذيلة حالها جمع طيب إذن صار عندي متكلم مفرد ومتكلم جمع مخاطب مفرد ومخاطب جمع غائب مفرد وغائب جمع تمام؟ طيب هلا طلعوا لي على هي وشي وإت هي وشي وإت أكيد منذكرين بيوم الإيام والأستاذ والميس وحدا بشرح لك إنجليزي قالك بس إنت بيهون الهي والشي والإت بتاخد إز الهي والشي والإت بتاخد مع الفعل إس يدير بالك الهاز بس مع الهي والشي والإت دايماً وبشرحونا قواعد كانوا يربطونا الهي والشي والإت مع بعض صح؟ يا ترى شو العلاقة بين هي وشي وإت أخيراً هيك ستتعرف لما حدا يقول لك هي وشي وإت عمرك سألت إش معنى هي وشي وإت؟ آه هلا أنا أبدأ أجاوبك هي وشي وإت لأنه هذول الثلاث ضمائر اسمهم ضمائر مفرد غائب هذول الثلاثة اسمهم ضمائر مفرد غائب من الأخطاء الشائعة اللي بوقعوا فيها بعض المعلمين بورطوا فيها الطلاب خاصة الطلاب اللي مش متأسسين منيه بيجي بيقول لك على سبيل المثال بيجي بيقول لك المفرد بياخد مثلا إز المفرد بياخد إز تيجي بتقول له طب هاي اليوم مش اليوم ممكن تكون مفرد هلي بتاخد إز؟ طب هاي الآي مش الآي مفرد هلي بتاخد إز؟ لا ما بياخد إز اليوم بتاخد آر والآي بتاخد آم طب أستاذ شو المشكلة؟ المشكلة أن أستاذك كان لازم يقول لك المفرد الغائب هو اللي بياخد از اللي بياخد از هو المفرد الغائب إذا من يومه طالح يا أول مصطلح بدنا نتفق عليه أنا وإياكم لما بحكي مفرد لازم أوضح لك أنه مفرد غائب مفرد متكلم ولا مفرد مخاطب فالمميز لهي والشي والأتهم المفرد الغائب فالمفرد الغائب هو اللي بياخد إز المفرد الغائب هو اللي بياخد وز وهكذا إذن هدول الثلاثة اسمهم مفرد غائب متفقين تمام إذن هدول ما يسموا زي ما قلتلك اسمهم ضمائر الـ subject pronoun والـ subject pronoun بتكونوا من قديش بتكونوا من ثلاث أنواع متكلم في من المفرد اللي هو آي وفي جمع اللي هو وي مخاطب هي نفسها اللي هو للمفرد ولل جمع الغائب هي وشي وإت مفرد غائب أما الذين فهي مفرد جمع بعد ما حكينا عن الـ subject pronoun تعالوا نحكي أنا وإياكم عن إشي اسمه object pronoun شو قصة الـ object pronoun تعال أحكي لكم الـ object pronoun اللي همه الـ me والـ us الـ you الـ him والـ he والـ it والـ them هدول اسمهم object pronoun طيب شو معنى آي أنا طيب شو معنى مي برضو أنا صحيح شو معنى وي نحن طيب شو معنى أس برضو نحن طيب إذا الثنتين معناهم نحن إذا آي ومي معناهم أنا إذا وي واس معناهم نحن وإذا they وthem معناهمهم طب أنا متى أستخدم هاي ومتى أستخدم هاي ما الفرق بين subject pronoun والobject pronoun ده اللي تقولي أستاذ هاي subject فاعل وهاي object ما فعل به صح ولكن خلينا نحكي حكي عملي يفيدني أنا باللغة ويفيدني بالامتحانات عشان أفيدك صح بحب أحكي لك وأوضح لك إنه يا بني تذكر إنه subject pronoun يتميز هدول subject pronoun إنهم بيجوا قبل الفعل فإذا بدك تستخدم ضمير وهذا الضمير موقعه قبل الفعل لازم تستخدم واحدة من هدول أما هدول object فهدول بيجوا بعد الفعل أو حتى بعد حرف جر فيه بالانجليزي حرف جر طبعا إنه أنه أدتو أف أحرف جر propositions منسميهم بالانجليزي ولكن هم أيضا زي العربي أحرف جر هلا I love you do you love me لما حطيتها قبل الفعل love I لما حطيتها بعد الفعل love me I love you مين الفعل love قبله استخدمت subject pronoun I do you love me لما حطيت الضمير بعد الفعل love استخدمت me فالفرق الرئيسي بين subject pronoun والobject pronoun إنه هدول السبعة بيجوا قبل الفعل أما هدول السبعة بيجوا بعد الفعل أو بعد حرف الجر هلا فيه ضميرين مريحات مين هم اليو لأنه قبل الفعل you وبعد الفعل you you are good I saw you you are good قبل الفعل you I saw you شفتك برضو بعد الفعل you كمان the it قبل الفعل it وبعد الفعل it بتريقش معي it is raining I saw it it is raining I saw it I broke it لا إيشي تاني إذن قبل الفعل it وبعد الفعل it طيب هاي المقدمة اللي عرفنا فيها ال pronouns subject pronoun و object pronoun يلا نروح الآن على دوسية التأسيس أسف نروح على دوسية التأسيس أشي وبعد دوسية التأسيس هون يس بدوسية التأسيس اللي المفروض هلا هي بين إديك وحصلت عليها لكن إذا لسه ما معك دوسية التأسيس فعرقم الواتساب اللي حصلت لك يا بداية الحصة ابعت إنه أنا بدي دوسية pdf وإذا أنت مكانك قريب من عمان أو بعمان ممكن تبعتلي أقول لك من وين ممكن تحصلها بشكل مجاني من أقرب مكان إلك اللي تحصلها بشكل مجاني إذن هون هتطلق بالتأسيس العنوان السيمبل سنتنس الجملة البسيطة والجملة البسيطة باللغة الإنجليزية بتتكون من سبجيكت زائد فير من فاعل ثم فعل هلا بعدها التكملة هاي التكملة ممكن تكون object adjective verb هاي آخر همي هلا بديش فيها أنا بدي بالسبجيكت والفير شو السبجيكت السبجيكت هو الفاعل the person or thing doing the action والسبجيكت ممكن يكون يا بروناون يا ناون السبجيكت ممكن يكون يا بروناون يا ناون وبلشنا هنا نحكي عن البروناون وزي ما أنتو شايفين بالبروناون قلنا ال-I وال-we اللي هم ضمائر المتكلم ال-you ضمير المخاطب he وش و-it الغائب المفرد والذي الغائب الجمع ومعطيك جبالهم أمثلة وميقصب لك إياهم هون ال-I وال-we هم الفيرس بروناون بالعربي منسميهم ضمائر المتكلم ال-you يستخدم مفرد وجمع وكتب لك ضمائر المخاطب أما ال-he وال-she وال-it فهدولا ضمائر غائب مفرد و-they ضمائر غائب جمع طيب بعد هذا الكلام خلينا نروح نشوف ال-object pronoun ال-object pronoun اللي اتفقنا انها بتيجي بعد الفعل أو بعد حرف الجر نفسهم ولكن يمكن الترتيب مختلف تعالوا أنا وياكوا نرتبهم ال-me وال-us هم ضمائر المتكلم واحد مفرد وواحد جمع ال-you هو للمخاطب سواء مفرد أو جمع مين المفرد الغائب at him وهير أما الغائب الجمع فهي them ووضح لك إياهم هون مرة تانية أنه ال-subject pronoun بيجوا قبل الفعل أما ال-object pronoun فبيجوا بعد الفعل أو بعد حرف جر تعالوا نحل هذا التمرين سوا التمرين المطلوب هذا منه وهلا بدي إياك بعد ما أوضح لك التمرين يتوقف الفيديو تحاول تحله لحالك بعدين تفتح الفيديو نسولف أنا وإياك في عندي جملة فيها فراغ وفي كلمة بين قسين المطلوب إنه بديل لهاي الكلمة تحط لي هنا ضمير بديل لهاي الكلمة بدي تحط لي ضمير بديل لهاي الكلمة طيب كيف يا أستاذ أعطيك المثال الأول إذا لسه وقفتش الفيديو خلينا أعطيك المثال الأول بعدين نكمل هلا الفراغ جاي قبل الفعل معناته أنا بدي مني subject pronoun مدام الفراغ قبل الفعل فبدي مني subject pronoun I me you he she at they طيب مين الاسم اللي موجود ليلى الاسم الموجود ليلى طيب ليلى غائب أنا مش عم بحكي مش ليلى اللي عم تحكي ولا عم بحكي مع ليلى أنا بحكي عن ليلى إذن هي غائب ومفرد ومؤنف معناته she إذن جواب الجملة الأولى بس إني أكتب she she is a student اعمل نفس حكي بباقي الجمل تفضل وقف الفيديو بعدين رجعلي إذا صرت رجعلي ففي معلومات جديدة رح تنتبهلها ونبدأ بدا choose شو معنى ده choose choose معناها حذاء طب هي مفرد ولا جمع آه بالعرب الحذاء مفرد لكن choose باللغة الإنجليزية هي جمع فرح تأخذ ذا معلومة رح تكون جديدة لأغلبكم أي إشي باللغة الإنجليزية بتكون من فردتين أعيد أي إشي باللغة الإنجليزية بتكون من فردتين شغلتين منضيف لؤس الجمع ويعامل معاملة الجمع زي earrings حلق glasses نظارات gloves كفات socks جربين trousers بانطلون أي إشي بتكون من طرفين طرفين شغلتين حتى scissors المقص هو المقص بالآخر عبارة عن طرفين أي إشي مكون من طرفين باللغة الإنجليزية يضاف له أس الجمع ويعامل معاملة الجمع أستاذ كلامك بحكي مدام ذا شوز جمع معناته هل في إشي اسمه ذا شو بدون الأس الجمع طبعا ذا شو معناها فردة حذاء فردة حذاء شو مفرد فردة حذاء شوز جمع صار الهذاء كامل بالفردة ذكات أستاذ ذكات غير عاقل فبدها ات طب سؤال إذا هاي البسة ذكر هل بحكي عنه هي أو أنثى هل بقدر أحكي عنها شي هل بقدر أحكي عن الحيوانات هي وش نعم بقدر بشرط إنه هاضي الحيوان يكون ماي بيت بيت يعني حيوان أليف فإذا هذا الحيوان الأليف وأنا عندي مثلا بس ذكر بالبيت هلأ لأنه بيصير بالبيت ودائما معنا ودائما بإنا منبطل نحكي عنه إت إذا بنحكي بالانجليزي عنه ما بنحكي إت نحكي هي ليش لأنه صار يجريب علينا أكتر فالحيوانات الأليفة عادي إذا بتعرف إنها مذكرة أو مؤنت تستخدم لها هي أو شي ما بتعرف مؤنت ولا مذكر على طول حط إت طب أفاجأك بمعلومة البيبي الرضيع الرضيع فعادي إنك تحكي تنبع حدا وتقول إت ست بكسير بس تعملهاش لأنه إذا الحيوان الأليف الأوروبيين والأمريكان بتضايق وإذا تستخدم على حيوان الأليف إت فما بالك لما يكون ابنه أو بنته لكن أنا بحكي لغتان لغتان بقدر أحكي عنه إت يعني البيبي زيه زي الحيوان الأليف إنت آآ اللي كتبت وي ليه كتبت وي ليه ليه فهمني بس ليه جوابت هوي رشأن سالي يعني صاروا جمع فيش مثنى بالعرب بالإنجليزي فمعناته صاروا جمع وهدول مش عم بيحكوا ولا عم بحكي عنهم ولا عم بحكي معهم مش هم اللي بيحكوا ولا بحكي معهم هدول بحكي عنهم فمعناته هم غائب غائب معناته ذي اللي كتبت وي إنت مع رشا وسالي يعني هل إنت بتطلع مع رشا وسالي بنفس الباص حكيت وي ما هو لما بتحكي وي معناته إنت ورشا وسالي بتطلعوا بالباص لأنه اتذكروا معلومة مهمة جدا جوا الوي في آي زائد أي حدا جوا الوي لو بدي أحللها لأطراف جوا الوي رح ألاقي آي لأنه شو معنى وي نحن طب شو يعني نحن أنا ومعي آخرون صح ولا لا آي لحالها هلأ لو أنادي حدا من جوا أكاديمي وانا أقول لهم مثلا آي فيل كولد أنا بردان شغلولي التدفية أنا لحالي بردان لكن لو أنتوا معي بالقاعة هون رح أقول له وي فيل كولد لأنه أنا واللي معي بالقاعة اللي بردانين هيا أنا ومعي هذا على طول وي the horses على طول داي طيب جبل ما نروح التمرين اللي بعده تعال أحكي لكم عن واحد من الأخطاء الشائعة واللي بتأثر بامتحان الوزارة بشكل مباشر واحد من الأخطاء الشائعة اللي بتأثر بالوزارة بشكل مباشر شو هو الت أو تعالوا تعالوا نعمل هالتمرين أنا بحكي اسم وإنتوا من مكانك أعطيني أحكي معي بديل لهذا الاسم يعني أعطيني ضمير لهذا الاسم جاهزين يلا أعطيني ضمير لهذا الاسم مزبوط هي أحسنت دا جيل مية بالمية شي دا تابل ات أحسنت هيك فاهم دا بوي هي دا جيل شي دا تابل ات طيب كمل معي دا بويز ذي صح دا جيلز جمع ذي صح طب دا تابلز اللي حكيت ذي انت رائع صح لكن اللي حكيت ات انت عندك مشكلة انت حكيت ات لأنه دا تابلز غير عاقل ولا غير عاقل مفرد أما إذا صار جمع صار زيه زي غيره لما بنرجع لفكرة الضمائر اللي حكيناها هون بالسبجكت برونان شو قلنا الات اللي مفرد غير عاقل لما يصير جمع بويز جيلز كات ستيبلز شو بيصير بيصير ذي طب أستاذ كيف بيأثر بامتحان الوزارة في بامتحان الوزارة دائما سؤال ضمير يعود لمن دائما ضمير يعود لمن هلا أحد الطلاب اللي ما عنده هذا التأسيس واللي غلط زي ما الطالب اللي حكى هلا ات غلط فيها أجاء ضمير ذي يعود لمن والذي بهذاك السؤال كان يعود على تيتشيرز لأ أنا آسف هو حط على تيتشيرز كانت ذي عائدة على سبجيكتز أيما ذي كانت عائدة على سبجيكتز غير عاقل ردت حدا قال لا حطين ذي بقول لي على المعنى أنا مقتنع إنها سبجيكتز لكن أنا تذكرت إنه سبجيكتز غير عاقل بدها ات ولكن هي سبجيكتز صارت جمع بطل بدها ات صارت زيها زي تيتشيرز كله بده ذي طبعا غلط فيها وراحتها على تيتشيرز على أساس عاقل وغير عاقل بالجمع بطل في عاقل وغير عاقل العاقل وغير عاقل بس بالمفرد الغير عاقل مفرد ات العاقل مذكر هي عاقل مؤنث شي انتهينا من الموضوع طيب تعالوا نحل تمرين آخر بس هالمرة على الأبجيكت بروناو المطلوب إعادة كتابة الجملة كاملة ولكن بدل الكلام اللي تحته خط حط لي ضمير ولأنه كل الكلمات اللي تحتها خط جاية بعد الفعل أو بعد حرف جر فجميع الإجابات هاي راح تكون ضمائر أبجيكت بروناو كمان مرة وقف الفيديو حلو بعدين يفتح الفيديو وتأكد watch the children هاي watch هلا بدل the children the children أول إشي جاي بعد الفراغ فبدي أبجيكت بروناو me واس ويو وهم وهير وإت وذم طيب children جمع الجمع الغائب بده ذم معناه to watch ذم مية بالمية don't eat the apple apple مفرد غير عاقل it واضحة أستاذ هاي الجملة بتصير don't eat it طب أستاذ لو إنها don't eat the apples بتصير don't eat them هو هذا اللي بحكي فيه apple مفرد أعطيها it بس إذا صارت apples خلاص بطل موضوع تفكرش بعاقل وغير عاقل الجمع الجمع ببطل نفرق لا عاقل ولا غير عاقل ولا مذكر ولا مؤنث نفس الضمائر ذي قبل الفعل وذن بعد الفعل look at the man man واحد look at him ask mary about her school mary مؤنث مفرد ask her about her school can you phone can you phone john and me أنا ومعي حدا أنا ومعي حدا we we إذا كانت قبل الفعل بس إذا بعد الفعل بتصير us can you phone us can you phone us شكرا حصص الطويلة لا بالتأسيس ولا بالمادة حتى بالمادة لما بصور لما بصور بحبش الحصة تكون طويلة عشان تخدها براحتك وتخلصها براحتك لأنه بالحصص الطويلة خاصة الطلاب اللي بيحضروا بالبيت ومسجل وهيك يعني ممكن أي إشي بدش كل شوي إشي قابعك يعني نص ساعة 40 دقيقة أقصى حد الحصة تكون بتكون أنا شايف وقتها هيك مثالي جدا هيك منكون خلصنا أول حصة من حصص التأسيس يجي للألفين وسبعة واللي رح تتعودوا بنهاية أغلب الحصص واللايفات اللي بعمل لكم إياها وإن شاء الله رح تشوفوا المتابعة أنا عندي فريق عمل كامل بدو يشتغل معكم فريق عمل من آدمينز ومعلمات كمان يساعدون بأي إشي بدكم إياها وأي استفسارات دائما بدكم إياها رح تشوفوا إن شاء الله إننا رح نعملها سنة مميزة مميزة جدا ولايفات أسبوعية حتى يظلوا على التواصل مع المادة إن شاء الله أهم إشي كمان 2007 بدي تفهم شغله أنا أقدر وأعرف أنه أنت بدك تقدم امتحانات وزارية بكل المواد مش بس بالإنجليزي أنا مش من الناس اللي رح يطلب منك شغلات تحفظها وشغلات تدرسها وكأنه أنت ما عنكاش إلا مادة الإنجليزي أنا أعرف وأقدرها بالكلام بل رح يكون في مبادرات وأسألوا جيل 2006 والأجيال السابقة عن المبادرات اللي عملت لهم إياها واللي الحمد لله ساعدتهم جداً إن كان بحفظ المعاني أو حتى بالقواعد الدعاء اللي رح يضلكم تسمعوا مني الله لا يضيع لكم تعب ولا يضيع لي تعب فيكم أشوفكم على خير يا رب السلام عليكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر